نشرة الأخبار السابع صباحا بتوقيت تونس التاسع صباحا بتوقيت القدس المحتلة نشرة الأخبار من اللذاعة الوطنية التونسية أهلا بكم جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم على خلفية الهجوم الصاروخي الإيراني على تل أبيب والكيان الصهيوني يتوعد بالرد اليوم اختتام حملة الانتخابات الرئاسية في الخارج على أن يجري الاقتراع أيام الرابع والخامس والسادس من أكتوبر الجاري انطلاق اعتماد منظومة التبادل الإلكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية بالمحاكم الامتدائية النموذجية القبض على أربعة مجتبه بهم في حدثة غرق مركب هجرة غير نظامية في سواحل جربة كانت هذه عنوين النشرة وإليكم والأنباء بالتفصيل بين جلسة مفتوحة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم ومخاوف أوروبية من خروج الأوضاع عن السيطرة في منطقة شرق الأوسط ووفاء الولايات المتحدة الأمريكية الطويل لدعمها اللامشروط للاحتلال الصهيوني ومباركات شق المقاومة لهجوم صاروخي إيراني طال انتظاره حسب توصيفه تتوزع ردود الفعل الدولية والإقليمية على عملية الوعد الصادق الثنين العسكرية الإيرانية التي أمطرت أمس بالصواريخ عمومة جغرافيا فلسطين المحتلة سمير ساعي والتفاصيل في ردود الفعل الإقليمية والدولية عقب الهجوم الإيراني أعلن مجلس الأمن الدولي أنه سيعقد جلسة مفتوحة طارئة اليوم الأربعاء بشأن تطورات في الشرق الأوسط في الأثناء قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريلا إن الدورة الخطيرة من الهجمات وردود الانتقامية تهدد بالخروج عن السيطرة أما رئيس الأمريكي جو بايدن فأكد أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل كامل معتبرا أن عقب الهجوم الإيراني لم تتبين بعد وأن واشنطن تجري مشاورات مع تل أبيب بشأن كيفية الرد عليها من جانبه أعرب رئيس الوزراء البريطاني كيرس تامر عن قلقه بشأن الوضع في المنطقة داعيا إلى خفض التصعيد معتبرا أن الدبلوماسية هي المسار الوحيد مؤكدا دعمه لحق الكيان السهيوني في الدفاع عن نفسه أبو عبيده الناطق باسم كتائب عزدين القسام الجناح العسكري لحركة حماسة بارك القصف الصاروخي الذي شنته إيران على الكيان السهيوني وطال كامل جغرافيا فلسطين المحتلة ووجه ضربة قوية للاحتلال الذي ظن أن عربدته في المنطقة وعدوانه على شعوبها يمكن أن يمر دون عقاب على حد تعبيره وفي اليمن أعلنت حكومة صنعاء مباركة الرد الإيراني وأكدت حق إيران والأمة المشروع وفق تصريحات رسمية في الدفاع عن نفسها الوعد الصادق اثنان مسمى اختارته إيران لضرب عموم جغرافيا فلسطين المحتلة بما يربو عن المائتين وخمسين صاروخا كدفعة أولى يقول الحرس الثوري الإيراني ردا على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الغادرة بنسبة نجاح ناهزت تسعين بالمئة ضربة عسكرية وإن سارعت الجهة الإسرائيلية والأمريكية مجتمعة للتقليل من فاعليتها إلا أنها تفتح الباب وفق تصريحات أطراف النزاع في منطقة شرق الأوسط أمام سيناريوات متعددة لعل أقلها اتساع رقعة المواجهات يقول محللون حتم كريسعان يضعنا في صميم هذه التطورات العسكرية والسياسية المتسارعة قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن إيران اطلقت مساء أمسي أكثر من مئتين وخمسين صاروخا باليستيا خلال نصف ساعة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بعد فترة وجيزة من تحذير أمريكي لتل أبيب من استعداد إيراني لشن هجوم صاروخي نحو الكيان الصهيوني وسمع دوي سفارة الإنظار في جميع أنحاء فلسطين المحتلة ما دفع بملايين المستوطنين إلى الملاجئ الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه بدأ بضرب أهداف عسكرية صهيونية مهمة بعشرة الصواريخ كما قال الحرس الثوري أن الهجوم استهدف ثلاث قواعد عسكرية قرب تل أبيب وقاعدة حد سريم الجوية التي استخدمت في استهداف حسن نصر الله مؤكدا أن 90% من الصواريخ أصابت أهدافها الحرس الثوري أضف أنه استخدم صواريخ فتاح الفرد صوتية ودمر منظومة دفاع الجو الصهيونية آرو اثنين وآرو ثلاثة وقال الحرس الثوري أن العملية جاءت ردا على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ولمين العام لحزب الله اللبنان حسن نصر الله ومسؤول فيلق القدس عباس نيل فروشان في الأثناء نقلت القناة الثانية عشرة العبريان تقم الوزرية الأمنية المسغرة عقد اجتماعا لبحث الرد على الهجوم الإيراني بينما نقلت صحيفة التليغراف البريطانية عن مسؤول صهيوني لم تسمه قوله أن الهجوم الإيراني يشير إلى أن الحرب قد تم أعلانها على إسرائيل أتي ذلك بينما قال الحرس الثوري أن أي رد عسكري للاحتلال على هذه العملية سيواجه بهجمات أقوى وأكثر تدميرا طهران ضافت أنه على الكيان الصهيوني ترقب تدمير بناه التحتية بشكل واسع وشامل إذا رد على الهجوم وأكدت أنه في حال تدخل الدول الداعمة له ستستهدف مصالحها ومقارها في المنطقة بقوة وفي هذه الأثناء استشهد خمسة وخمسون شخصا وأصيب مئة وستة وخمسون آخرون في غارات صهيونية استهدفت أمس مناطق متفرقة من لبنان يأتي ذلك تزامنا مع شن الطيران الحربي الصهيوني غارة استهدفت الضحية الجنوبية لبيروت بعد مطالبة السكان بإخلاء عدد من المباني في حارة حريك جنوب العاصمة اللبنانية وفي أعقاب أعلان الكيان الصهيوني أمس شن عملية برية محدودة على حد توصفه جنوب لبنان نفى حزب الله تسجيل أي توغل لقوة الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية تناولت مكالمة هاتفية بين وزير شؤون الخارجية والهجرة وتونسين بالخارج محمد علي النفط ونظيره اللبناني عبدالله أبو حبيب الاستعداد لتأمين عودة الراغبين من أفراد الجارية التونسية إلى تونس من لبنان في ظل التصعيد العسكري الحالي وفي لقائه مساء أمس بمقر الوزارة بسفير الجمهورية اللبنانية لدى تونس طوني فرنجية جدد وزير شؤون الخارجية دعم تونس وتضامنها المطلق قيادة وشعبا مع لبنان الشقيق في هذا الظرف الصعب الذي يمر به ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم جازر جديدة في قطاع غزة مستهدفة ما لا يقل عن أربعة مراكز لإيواء النازحين في مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع وخنيونس جنوبا ما أسفر عن سقوط تسعة وعشرين شهيدا وعشرات الجرحة الدفاع المدني في غزة أعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على تواقمه أثناء توجهها لإنقاذ ستة وعشرين مصابا محاصرين أسفل منازل استهدفتها قوات الاحتلال بيخان يونس جنوب قطاع غزة نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقدم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية تختتم اليوم حملة الانتخابات الرئاسية في الخارج التي انطلقت في الثاني عشر من سبتمبر المنقضي على أن يتم الاقتراع في الاستحقاق الرئاسي أيام الرابع والخامس والسادس من أكتوبر الجاري وأفدت هيئة الانتخابات بأنه بإمكان جميع الناخبين التونسيين المقيمين بالخارج القيام بعملية الاقتراع في أي مركز اقتراع قريب من مكان وجودهم شرط الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر وأضافت الهيئة أن هذا الإجراء ينسحب أيضا على الناخبين التونسيين من غير المقيمين والموجودين بالخارج خلال أيام الاقتراع وهذلك في إطار الحرص على تقريب مكاتب الاقتراع من الناخبين وتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي في أفضل الظروف تلقى رئيس الحكومة كمال المدوري أمس من المدير العام المكلف بإدارة نوعية الخدمة العمومية برئاسة الحكومة نعمانا نعيري التقرير السنوي الثلاثين لفريق المواطن الرقيب لسنة الفين وثلاث وعشرين وأكد رئيس الحكومة ضرورة إلاء الملاحظات والتوصيات الواردة بهذا التقرير العناية اللازمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجاوز النقائص المسجلة أعلنت وزيرة العدل ليلة جفال أمس رسميا انتلاق اعتماد منظومة التبادل الإلكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية بالمحاكم الابتدائية النموذجية وأوضحت أن المنظومة الجديدة ستسهم في تبسيط إجراءات التقاضي واختصار الزمن القضائي أعلن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدن فتح البكوش القبض على أربعة أشخاص مشتبه في توروتهم في حادث غرق مركب الهجرة غير النظامية الذي جد بسواحل جزيرة جربة وأسفر عن هلاك ستة عشر شخصا من بينهم أطفال ونساء تم القبض على أربعة من المنظمين بأحدى وراءة الجمهورية والبحث ما زال متواصل للقبض على بقية المتورطين في العملية الإجرامية عدد الوثائية ترتفع إلى ستاش بعد انتشال الجسة بمكان انتلاق المركب وفي سياق ذي صلة دع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى الإحاطة بعائلات ضحايا حادثة الغرق والناجين منها مطالبا بضرورة تفكيك شبكات تهريب المهاجرين الناتق الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر المنتدى التونسي الاقتصادية والاجتماعية طالب السلطات التونسية بالإحاطة النفسية والمعنوية بعائلات المفقودين وتقديم كل المعطيات المحاينة للأهالي والعمل على تسكيك شبكات تهريب المهاجرين اللي قاعدة اليوم تستفيد من القفلات من العقاب والمعالجات أكثر جدية في علاقة بقضايا الهجرة غير النظامية والتي تمر عبر مراجعة التعاون الأمني مع الدول الاتحاد الأوروبي والنظر في المسألة الاقتصادية والاجتماعية وخاصة العوامل اليوم التي قاعدت تغبي في الدفع بفئات واسعة من المجتمع التونسي وخاصة العائلات نحو خيار الهجرة غير النظام ككل عام تجدد تونس الاحتفال بأكتوبر الوردي للتحسيس والتوعية بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي للتوقي من مضاعفاته والرفع من فرص التعافي منه وقد وضعت وزارة الصحة برنامجا خاصا يشمل أنشطة توعية بمختلف مراكز الرعاية الأساسية مناسقة البرنامج الوطني لمكافحة السرطان بوزارة الصحة سمية المنصوري ومزيد من التفاصيل السرطان الثدي هو أول سرطان عند المرأة يمثل 30% من كل السرطان التي تنجمت مثل المرأة نحب أن نفقه به في مرحلة أولى لأن السرطان الثدي ينفقه به في مرحلة أولى الشفاء متاعه نجم نوصل 90% حتى أكثر وقتها نتفديه العلاج الكيميائي نتفديه الاستقصال الثدي ونتفديه كل العلاج اللي هو يكون أمبولور حتى على المرأة وحتى على التكلفة متاعه بيش تكون عند القرية الوردية تكون بالاشتراك من الإدارة الجهوية في تونس مع الهلال الأحمر مع جمعية تونسية طب النساء والتوليد وعديد الأطراف تكون متدخلها بيش تكون في دارة الثقافة ابن راشيق في تونس العاصمة يوم 10 أكتوب مع تمنيتنا بموفور الصحة للجميع السابع صباحا و 12 دقيقة بتوقيت تونس التاسع صباحا و 12 دقيقة بتوقيت القدس المحتلة هكذا النص المسمعين ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري أمنه لكم شهاب الحجلوي وخرجته إذاعيا ألفبشير ومرئيا فاروق الزارعي وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عنوين جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم على خلفية الهجوم الصاروخي الإيراني على تل أبيب والكيان الصهيوني يتوعد بالرد اليوم اختتام حملة الانتخابات الرئاسية في الخارج على أن يجري الاقتراع أيام الرابع والخامس والسدس من أكتوبر الجاري انطلاق واعتماد منظومة التبادل الإلكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية بالمحاكم الابتدائية النموذجية القبض على أربعة مجتبه بهم في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية في سواحل جربة شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعين الكرام المشورم متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع أحبيب جغام متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء اشتركوا في القناة